محكمة العدل الأوروبية تفرض على المجار غرامة 200 مليون يورو بسبب اللاجئين شوفوا الخبر فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة مالية على المجار بسبب سياستها في اللجوء وذلك لعدم امتسالها للتغييرات المطلوبة على نظام اللجوء حيث سيتعين عليها دفع 200 مليون يورو بالإضافة إلى غرامة قصرية إضافية بمليون يورو عن كل يوم تأخير خيلوا هذا الخبر نحن كيف نقرأه أو كيف نستفيد منه هذا دليل أن سياسة الاتحاد الأوروبي سياسة واضحة سياسة مبنية على قيم حقوق الإنسان سياسة تستطيع أن تنزم أي دولة طبعا فيكتور أوربان الرئيس الوزراء المجاري أعلن عن غضبه وقال هيك بيصير باللي بيحمي الحدود أوروبا فهو فعليا مستوى أن هذا القرار مشحف جدا بحق المجار طبعا ما في كتير معلومات أنه هو كيف رح يقوم بتنفيذ الغرامة طبعا هو فعليا قال أنه هذا الشيء مشحف جدا بحقهم وهذا الشيء سيؤدي إلى مشاكل كتير وكل عياتنا منتذكر في صورة مشهورة جدا لما كانت صحفية صحفية بال2015 عما تشوت طفل أبو أبو طفل برجلة عما تقول لهم اطلعوا خارج الحدود المجارية وكل عياتنا منذكر هاي المشهد واللي فعليا هو بترجم لنا يمكن حالة المجر ككل من الحالة العنصرية والحالة اللي هي موجودة عليها فبالتالي أكيد الشيء اللي قامت به هاي المحكمة باتجاه المجر تعود هذه العقوبات اللي دعوة قضائية رفعتها مفوضية الأوروبية في عام 2020 حيث اعتبرت مفوضية في بروكسل أن بودابست لم تنفذ بشكل كافي حكما سابقا لمحكمة العدل الأوروبية صدر في ديسمبر 2020 بشأن نظام اللجوء المجري وكانت قد حكمت المحكمة في ذلك الوقت بأن العديد من القواعد المجرية تنتهك القانون الأوروبي هذه الرسالة إذا كنت يمين ولا يسار ولا يمين وسط ولا أخضر ولا أحمر ولا أزرق ولا هربت كيكل نفسك لن تستطيع أن تخرج عن المواثيق الأوروبية والمواثيق التي النمسا وغيرها منتمية إلى هذه المنظومة السياسية فبالتالي حتى ولو جاء اليمين إلى الحكم في أوروبا أو في النمسا هذا ليس بالخطر الكبير الذي يحاول البعض الترويج على أن هذا الشيء يمثل خطر داهم استوقفني منشور بصراحة دعوني هيك بس أعطوني ثواني حتى أفتحه نعم للمنشور للسيد عمر الرابي على صفحته طام هو عمل تهنئة وقال للأسف هناك من العرب من روج في فيينا الانتخاب الحزب الشيوعي الكيبؤو الذي لا قيم له سياسيا معتقدا أنه يسجل موقفا من أجل القضية الفلسطينية ويحصد في النهاية انتصارا يميني وشوفيني في أوروبا ودول كثيرة التي سوف تريهم وأبناء جلدتهم نجوم الضحى لو تم تمكينهم يا ساتر في تقلد زمام الأمور مصيبتنا دائما في قلة إدراكنا ووعينا السياسي المبني على العواطف الجياشة وقلة إدراك وتكتيك خاطئ الشيعيين لم يتجاوزوا في فيينا 3% والأصوات راحت حسب المثال العراقي بالشط ما بعرف شو بيقصد بهذا ليش يا سيد عمر راوي عزيزي ليش يا عزيزي ما في غيركم وما في غير الحزب تبعكم هو اللي بيحقق كل معايير الحياة يعني بغض النظر عنه أنتوا كنتوا موجودين وكان حزب الاس بي او موجود بعدة مواقف لم يكن له هذه المواقف المرضية وطبيعي طبيعي اليوم الناخب العربي والمسلم يريد يريد موقف حقيقي وموقف إنساني تجاه القضية الفلسطينية ولا حزبك ولا الأحمر ولا الأزرق ولا التركيز ولا الأخضر ولا أي حزب سياسي أخذ ولو موقف يعني في نوع من الإنصاف تجاه ما يحدث في غزة فليش يا عزيزي يا عمر أنت مشطاط ومستأمن أنه الناس حاولت بدت تحاول تجيب جسم سياسي آخر إلى النمسا إلى البرلمان إلى أي شيء وراحوا انتخبوا الكيبأو الكيبأو عفوا سيد عمر لا أعتقد لا أعتقد أن حزبك مع الأسف الشديد يستطيع فعليا أن يعبر اليوم عن عديد من المشاكل وعن ضمير الأمة وعن عديد من القضايا التي يعانون بها فبالتالي بصراحة لا أعتقد أنك يعني اليوم حتى منشورك 87 إعجاب حاصد مع أنه منشوراتك العادية الدنكشوتية عادة تحصل على مئات الإعجابات والتعليقات يعني حسب ما صراحة يرسل لبعضهم أحيانا اشتركوا في القناة